في وقت تسجل أسعار النفط والغاز في سوق العالمية مستويات قياسية بسبب شح الإمدادات ارتفاع كان له اليد العليا في موجة تضخمين اشتاحت وأربكت اقتصادات عديد الحكومات في المعمورة وتسببت في احتجاجات بمختلف الدول تسجل أكبر شركة النفط والغاز العالمية وفي مقدمتها إكسوموبيل وشيفرون أرباح ضخمة في الربع الثالث من العام الجهري مستفيدة من ارتفاع سعار الطاقة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا إكسوموبيل أكبر شركة أمريكية للطاقة تعلن عن تحقيق أرباح تقارب العشرين مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي متجاوزة شركات النفط الخمسة الكبرى شركة شيفرون الأمريكية الأخرى حققت ثاني أعلى أرباح فصلية في تاريخها خلال الربع الثالث من العام الجهري مدعومة بارتفاع الطلب العالمي على النفط والغاز وزيادة إنتاج الحقول في الولايات المتحدة الشركة الأمريكية أعلنت أن صافي أرباحها سجل 11 مليار دولار فاصلة 2 خلال الفترة الممتدة من جوان إلى نهاية سبتمبر مقارنة بـ 6 مليار دولار فاصلة 1 خلال نفس الفترة من العام الماضي أرباح قياسية دفعت بالرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه انتقادات لاذعة لشركة النفط لتحقيقها أرباحا ضخمة على حساب جيوب الأمريكيين على حد وصفه أعلنت شركة شيل أنها حققت أرباحا بقيمة 9.5 مليار دولار في الربع الثالث وهذا أكثر من ضعف ما حققته في الربع الثالث من العام الماضي وبالتالي فإن أرباح المساهمين ومديرهم التنفيذيين مستمرة بدلا من الذهاب إلى خفض الأسعار في محطات البنزين والتخفيف عن كاهل الشعب الأمريكي شركة النفط الأوروبية بدورها حققت رباحا قياسي حيث سجلت شيل صافي ربح قدره 9 مليار دولار فاصلة 5 فيما حققت توطال الفرنسية أزيد من 6 مليار دولار وبلغ صافي الربح المعدل لعملق الطاقة الإيطالي إيني خلال المدة الممتدة من جوان إلى سبتمبر أكثر من 3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار خلال المدة نفسها من العام الماضي